هذا مراسل التلفزيون العربي بمقتل أحد عشر مدنيا وإصابة أكثر من عشرين بجروح وذلك في قصف لطائرات النظام السوري لسوق الهال الشعبي في مدينة معارة النعمان جنوبي محافظة إدلب ومن إدلب ينضم إلينا مراسلنا خالد الإدلبي خالد ما هي تفاصيل هذه الغارة الجوية التي سقطت على سوق الهال الشعبي في مدينة معارة النعمان وأحدثت قتلى وجرح فيها نعم ماجد بداية ارتفع عدد الضحايا المدنيين في عموم محافظة إدلب إلى خمسة عشر مدنيا ثلاثة عشر مدنيين منهم قتلوا جراء استهداف طائرة حربية تابعة لقوات النظام من طراز ميج 23 استهدفت سوق الهال في المدينة طبعا سوق الهال في هذه المدينة يعتبر أكبر سوق للخضروات في ريف إدلب الجنوبي صباح اليوم هذه الطائرة استهدفت بغارتين هذا السوق مما أدى إلى سقوط ثلاثة عشر مدنيا حتى الآن أو أكثر من عشرين إصابة بين هذه الإصابات يوجد أيضا إصابات خطرة جدا تمنق البعضها باتجاه الأراضي التركية أيضا قتل السيدة وأصيب أطفالها جراء قصب من طائرات النظام الحربية استهدف قرية الصرمان في ريف إدلب الشرفي أيضا غارة مماثلة لطائرات النظام الحربية استهدفت أيضا سوق الهال في مدينة سراقب قضى على إثره مدني وأصيب سبع آخرون تشم طائرات النظام الحربية والمروحية غارات مكثفة على منطقة ريف إدلب الشرقي وريف إدلب الجنوبي سجل حتى اللحظة أكثر من أربعين غارة جوية منذ الصباح وحتى هذه اللحظات في هذه اللحظات أيضا ترمي طائرات النظام المروحية براميلها المتفجرة على بلدة حيش في ريف إدلب الجنوبي باشتباكات متقطعة تدور على جبهة عجاز وجبهة رسم الورد وجبهة سروج قوات النظام تحاول التقدم باتجاه قريتي رسم الورد وسروج طبعا من حصائل المعارضة قبل يومين أطلقت معركة أطلقت عليها مجتمع ولا تهين تطرت على إثرها على عدد من هذه القرى قوات النظام الآن تحاول استعادة هذه القرى وسط قطف مدفعي وصاروخي وجوي مكفف شكرا لك مرسلنا خالد الإدلبي كنت معنا من إدلب